اشتركوا في القناة أوستن يستبعد فرض حظر طيران فوق أوكرانيا تجنباً للمواجهة مع موسكو وبرلين تزود كييف بصواريخ مضادة للطائرات الميادين على الحدود البولندية الأوكرانية العنصرية تضاعف معاناة اللاجئين أسعار النفط تسجل مستويات قياسية مع تجاوز برميل برينت المئة والتسعة عشر دولاراً للمرة الأولى منذ عشر سنوات طعن إسرائيلي شرق القدس وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في جنين بعد اقتحامها فجراً نستهل النشرة من التطورات المتسارعة في الميدان الأوكراني أفاد مراسل الميادين إلى القرن بأن القوات الروسية تتقدم إلى أوديسا ونيبر حيث يتوقع حدوث معركة حاسمة في أوديسا اليوم وفي كياف أفاد مفاد الميادين بإصابة شخص بانفجار في محطة القطارات إضافة إلى سماع ذوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية قالت أوكرانيا إنها ناجمة عن اعتراض صواريخ أطلقت على المدينة وقد أكد عمدة مدينة ماريوبول أن الساعات الماضية كانت الأقصى منذ بدء العملية العسكرية وكان مسؤولون أوكرانيون قد أكدوا فجر اليوم أن الجيش الروسي سيطر على مدينة خيرسون في جنوب البلاد من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1612 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال العمليات العسكرية وتدمير الاحتياطي التكنولوجي لمركز الإذاعة والتلفزيون في كياف وسيطرة على أربع مدن جديدة في أوكرانيا كما أكدت أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أنهت تطويق مدينة ماريوبول على ساحل بحر أزوف قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أكملت فرض الطوق حول مدينة ماريوبول جميع المدنيين الذين يرغبون في مغادرة المدينة يستطيعون ذلك في الاتجاه الشرقي على طول طريق ماريوبول شيروكينو لأسباب تتعلق بالسلامة كما أن سكان كياف يمكنهم مغادرة المدينة في اتجاه فاسيكليف ما من عوائق أمام خروج المدنيين من قبل الجنود الروس وكان مفهد المدين إلى كياف قد رصد واقع المدينة مع تقدم العملية العسكرية الروسية في مدينة كياف انتشار مكثف للجيش الأوكراني وللمتطوعين حواجز على الطرقات الرئيسية ومكعبات إسمنتية لتخفيف حركة المرور والتزام بالتعليمات التي أعلنها عمدة كياف للمواطنين مدينة كياف عاصمة أوكرانيا في حالة حرب أصوات انفجارات وأحيانا أصوات اشتباكات مجهولة المصدر الجيش الأوكراني والمتطوعين أحد طرفي هذه الاشتباكات المتطوعون لمن الأمرة عندهم هل يخطعون لسلطة كياف أم أن حالة الحرب تتحلل كل السلطات في الظروف الاستثنائية كياف التي يهاجمها الجيش الروسي من منطقة الشمال من تشيرنيغف وإيربين وأيضا من دوبرينكا على الحدود مع بيلاروسيا علما بأن كياف اتهمت روسيا البيضاء بأنها أرسلت قوات إلى الجبهة للمحاربة مع الجيش الروسي والأمر الذي نفاه أليكزاندر لوكاشينكا الرئيس البيلاروسي وأكد أن بلاده لا تشارك في العمليات البرية في أوكرانيا وفقط سبحت الجيش الروسي بإطلاق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية في أوكرانيا لحظات صعبة تعيشها كياف التي بدت خالية من سكانها كثر آثروا الرحيل عن مدينتهم التي كانت جميلة الآن كياف لم تعد كما كانت هنا في الشوارع هنا في وسط المدينة حيث كان يلتقي الجميع في هذه الساحة أصبحت فقط للعسكر للجيش للأمن والأمرت لمن على الأرض عباس صباغ من مدينة كيف الميادين وسائل أعلى من ألمانيا قالت أن برلين ستسلم أوكرانيا 2700 صاروخ مضاد للطائرات من جهته أكد رئيس الوزراء الهونغاري ذيكتور أربان أن بوداباست لن تستخدم حق النقد ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق روسيا وشدد على أن هونغاريا مستعدة لمساعدة أوكرانيا في المحادثات التي تجريها مع روسيا مشيرا إلا أنه ما من أسباب لوقف التعاون مع روسيا في مجال التاقة أكد موفد الميادين إلى القرم أن جولة مفاوضات جديدة اليوم ستعقد بين روسيا وأوكرانيا عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا الجولة الجديدة من المفاوضات بين الطرفين تأتي بعد ثلاثة أيام من عقد جولة أولى من المفاوضات في مدينة جومال البلاروسيا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا تجنبا للمواجهة مع الجيش الروسي الرئيس بايدن أوضح أن الجيش الأمريكي لا يريد الحرب مع روسيا وفرض منطقة حظر طيران سيشمل حتما الطائرات الروسية لذا فإن فرض منطقة الحظر فوق أوكرانيا سيضعنا في حالة حرب مع روسيا وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين قال أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية لأوكرانيا لضمان وقف لإطلاق أرمع روسيا بلينكين قال في مؤتمر صحفي أن بلاده تترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي وأضاف أن التواصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات ووصف تلويح بوتين بالقوة النووية بأنه خطوة استنزافية بحسب تعبيره أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن تتخذ موقفا منافقا من أعمال البعثات الدبلوماسية الروسية وطرد دبلوماسيين وأضافت أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة متحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا قالت أن موسكو لن تتسامح مع ذلك وسترد ربما فيما يتعلق بالحضور الدبلوماسي في موسكو في موازاة ذلك أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة فيليبو جراندي أن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليون شخص خلال أسبوع مفادة الميادين إلى الحدود الأوكرانية البولندية مريم عثمان زارت المنطقة الحدودية حيث رصدت تدفق آلاف اللاجئين الآن تبدأ رحلتنا إلى الحدود الأوكرانية البولندية حيث يتدفق الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين إلى الحدود الهاربين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نحن الآن في إحدى محطات القطار في مدينة تشامشل هذه المدينة التي تبعد حوالي 14 كيلو متراً عن الحدود التي تشهد تدفقاً كبيراً للاجئين الأوكرانيين الهاربين نتيجة العملية العسكرية منذ وصولنا إلى محطة القطار هنا رصدنا أن هناك نوع من العنصرية تجاه الجنسيات الأخرى الغير أوكرانية نحن ضربنا على الحدود حدود فشوقنا نحن يبقى أول حاجة كانوا كسبق الأوكران علينا ونحن يبقى نواقفين لش حمو أحد عربي ماشي أنا مغربي فقط قال الجنسيات العربية ما عندهم ش قيمة كما كعملونه ككلاب وأصدقاء شاعي أعطاهم شطابة ووزعوا عليهم السلاح وقلوا لهم نضفوا المكان من الوسخ جميع العرب اللي التقيت بهم هون جميعهم يعني يتواصلوا مع عائلاتهم يأخذوا عشان يرسلوا لهم فلوس وحتى الإشكال أنه هون كان معي شاب مغربي رسلوا لهم الفلوس على المونيقرام والوسترن ما قدر يحصل على الفلوس يعني هذا الإشكال كبير للاجئين العرب إلى هنا تأتي السلطات البولندية باللاجئين الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية عبر معبر ماتيكا يأتون إلى هنا تقدم لهم المساعدات وتجهز بولند قطارا طبيا لنقل الجرحى الأوكرانيين ووضعت أيضا قائمة ضم 1230 مستشفى لإرسالهم إليها على هذه الحدود يتضفق الآلاف من المهاجرين كل يوم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهذه الحدود نفسها ستشهد على معاناتهم وستشهد على التعامل العنصري مع اللاجئين من غير الجنسية الأوكرانية مريم عثمان من الحدود البولندية الأوكرانية الميادين مفادة الميادين إلى الحدود البولندية الأوكرانية مريم عثمان هي معنا الآن أيضا مرحبا بك زميلتي مريم وينضم إلينا من جناف مدير مكتب الميادين في جناف موسى عاصي أهلا ومرحبا بكما البداية معك زميلتي مريم ربما تنقل لنا مشاهداتك على الحدود البولندية الأوكرانية منذ لحظة وصولك حتى لا نعم مايا في محطة القطار الأساسية البعيدة عن الحدود كيلومترات قليلة يستمر تدفق اللاجئين بعد معبروا الحدود البولندية الأوكرانية وأتت بهم السلطات البولندية إلى هذه المحطة ازدحام كبير اليوم مايا في هذه المحطة باللاجئين اقتضاد كبير ومنهم من ما زال يفترش على الأرض منذ ليلة أمس ويحاول أن يؤمن طريقة يذهب بها إلى الوجهة التي يريدها ولكن أيضا هناك تقديم لبطاقات قطار تأمين لبطاقات قطارات للاجئين الأوكرانيين ليس لكل اللاجئين كما كنا قد أشرنا من لا يملك المال من غير الأوكرانيين لا يستطيع الذهاب بالتالي لربما يبقى هنا لأيام من دون أن يذهب إلى الوجهة التي يريدها أيضا الحالات التي شهدناها ليلة أمس والتي ظهرت معنا في التقرير الذي سبق هي عينة مما رصدناه مايا ولكن ليس كل الناس يفضلون أن يتكلموا أمام الكاميرات وأمام الشاشات ولكنهم أخبرون بأنهم تعرضوا لأسوأ أنواع الذل على الحدود بقيوا في العراء وفي البرد لأربع وعشرين ساعة متتالية دون أن تقوم السلطات الأوكرانية بإدخالهم إلى الحدود إذن الذل الذي يعيشونه كان من طرف السلطات الأوكرانية لأنها كانت تقول لهم هناك امرأة قالت لي أن الشرطي قال لها نساء الأوكرانيات يجب أن يعبروا وليس أنتم نساؤنا قبل وليس أنتم أي بقيت على الحدود عالقة لساعة طويلة ولم تستطع الدخول كان أيضا معنا أحد اللاجئين الذين قالوا أنهم تعرضوا للضرب على الحدود الأوكرانية البولندية وأيضا من قبل الشرطة البولندية وهذه المحطة أيضا مايا شهدت لتعرض اللاجئين للضرب من قبل الشرطة البولندية فقط لأنهم من غير الجنسية الأوكرانية ولأنهم اعترضوا على أنهم لا يقدمون لهم بطاقات القطارات المجانية وأنهم لا يملكون الأموال وقد رحلوا وهربوا من منازلهم من دون أي مال فلماذا لا يقدم لهم أي إعانات أو مساعدات مثل الآخرين إذن مايا بحسب مرصدنا هنا يستمر تدفق اللاجئين وقد يعبر الآلاف من اللاجئين إلى الحدود عبر معبر ميديكا على الحدود الأوكرانية البولندية وسنرصد اليوم أيضا تدفق اللاجئين على هذه الحدود خلال التخطيات المقبلة سنكون أيضا على الحدود على نحو المباشر وسنغطي ما هي الأحوال التي يمر بها اللاجئين عبر الحدود أنت معنا بالصوت والصورة دائما على الحدود البولندية الأوكرانية لتنقل لنا كل ما يحدث مع اللاجئين وخصوصا هذا التمييز في التعامل وإذا صح التوصيف التعامل اللا إنساني مع منهم لا يحملون الجنسية الأوكرانية بالحديث عن الإنسانية اليوم موسى هناك جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان عن أوكرانيا ما المتوقع في هذه الجلسة؟ قبل الحديث عن هذه الجلسة أريد أن أشير إلى جزئية مهمة في موضوع اللاجئين الفرين من أوكرانيا وهذه الجزئية بدأنا نلاحظها خلال الساعات الماضية واليوم قرأنا تقريرا ضخما على صحيفة لموند حول أحوال اليهود في أوكرانيا هذه الجزئية جديدة في هذا الملف يتحدث تقرير عن الوضع الكارثي لليهود في أوكرانيا وعن استعادة ما حصل في الحرب العالمية الثانية ويقول التقرير بأن المأساة مع اليهود تتكرر مرتين مرة في الحرب العالمية الثانية واليوم نرى التكرار لمشاهد اليهود وأفرز التقرير طبعا مساحة واسعة لإظهار نحو خمسة آلاف يهود يعيشون في أوكرانيا وكيف قامت المجتمعات اليهودية أو المنظمات اليهودية في أوروبا وفي أوكرانيا في دعم هؤلاء من أجل الخروج من أوكرانيا هذه المسألة ليست بريئة على أساس أن فرز جزء كبير من صحيفة لموند للحديث عن خمسة آلاف ومقارنة مع ملايين اللاجئين المتوقع خروجهم من أوكرانيا إن كانوا أوكرانيين أو غير أوكرانيين لها أهداف سياسية واضحة خصوصا وأن المقارنة بين ما يجري الآن مع اليهود وما جرى في العام 1900 أو في الحرب العالمية الثانية والتذكير أيضا بأن الحرب التي كما يقول الأوروبيون التي أطلقها فلاديمير بوتين هي لمحاربة النازية في أوكرانيا إذن هذه المسألة محاولة من أجل وضع السلطة في موسكو وفلاديمير بوتين في موقع مشابه لما كان عليه النازي في الحرب العالمية الثانية أدولف هتلر هذه المقارنة نراحظها في الإعلام الأوروبي منذ أيام هناك مقارنة دائمة بين هتلر وبين بوتين وأظهر أن ما يقوم ببوتين اليوم هو مشابه لما قام به هتلر في العام 1939 حتى العام 1945 إذن هذه كانت مسألة لافتة جدا وإذا قرأنا المقال فعلا فنرى مدى استخدام التعابير العاطفية والإنسانية مع اللاجئين أو مع الفاررين اليهود الخمسة ألاف من أوكرانيا هذه بالنسبة لهذه الجزئية بالنسبة لجلسة مجلس حقوق الإنسان اليوم هي جلسة طارئة لإقرار مشروع قرار تقدمت به أوكرانيا مدعومة من مجموعة الدول الغربية هذا مشروع القرار يطالب روسيا بسحب كل قواتها من كامل أوكرانيا وليس فقط من المناطق التي دخلتها حاليا إنما أيضا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 وأيضا من الجمهوريتين التي أعلنت موسكو عن الاعتراف بانفصالهما عن أوكرانيا هذا من جهة ثانية يطالب المشروع القرار المجتمع الدولي الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية كما تم تشكيل لجان تحقيق في السابق في سوريا في ليبيا في اليمن وغير ذلك المفارقة هنا مع اليمن أن لجنة التحقيق في اليمن تم وقف أعمالها على رغم كل المجازن التي تحصل في اليمن ولكن تم وقف أعمالها في مجلس حقوق حقوق الإنسان العام الماضي لأسباب عديدة منها سياسية ومنها مالية واليوم يراد تشكيل لجنة التحقيق لما يجري في أوكرانيا وتقديم المسؤولين للعدالة الدولية هناك اليوم حوالي أربعين دولة غربية أو دول متحالفة مع الدول الغربية قدمت شكاوى بحق روسيا إلى محكمة الجنايات الدولية وهناك أحد القضاء في محكمة الجنايات الدولية قرر البدء بالتحقيق بما يجري في أوكرانيا إذن جلسة اليوم هي ستشهد مواجهة حامية في خلال هذه الجلسة التي ستوقع في الواحدة بتوقيت القدس الشريف سنشهد مواجهات حامية ديبلوماسية بين من مع ومن ضد هذا المشروع ولكن بطبيعة الحال إذا نظرنا إلى الدول المتحالفة اليوم مع أوكرانيا فأننا نتوقع أن هذا المشروع سيتم التصويت عليه إيجابا بطبيعة الحال سنواكب هذا الحدث معك زميلي موسى ولكن أعود إليك مريم وأذكر بأنك في إحدى محطات القطار على الحدود البولندية الأوكرانية على مقربة من أو هي محطة ميديك على ما أعتقد هكذا ذكرتي ربما تفيدين أكثر مريم فيما يخص أعداد الذين يتدفقون إلى هذه المحطة بالتحديد منظمات الأمم المتحدة تتحدث عن الملايين من اللاجئين كما ذكر الزميل موسى قبل قليل من أين يأتون هل من مناطق معينة وما هي وجهتهم نعم بحسب سلطات البولندية حتى الآن هناك خمسين ألف لاجئ عبروا من هذا المعبر معبر ميديكا وللمفارقة هو أحد المعابر الثمانية التي يتدفق من خلالها اللاجئين الأوكرانيين وغير الأوكرانيين وليس فقط من بولندا من دول أخرى حدودية مع أوكرانيا مثلا من رومانيا أيضا هناك معابر كثيرة يمر عبرها الأوكرانيين وغير الأوكرانيين اللاجئين من أوكرانيا بعد أيام من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا واتفقت أن أشير مايا بحسب مشاهدات يوم أمس أيضا وكنا قد تحدثنا مع صحفيين بولنديين ومن غير الدول قالوا نالا أن خلال رصدهم لما يحصل وقالوا أسباب عدم اهتمام السلطات البولندية بالمهاجرين أو باللاجئين من غير الجنسية الأوكرانية قالوا أن موضوع اللاجئين الأوكرانيين الذين لديهم الجنسية الأوكرانية تستطيع السلطات البولندية استغلال قضيتهم أي الدول الأوروبية أيضا استغلال قضيتهم في وجه روسيا أكثر بينما اللاجئين الآخرين لا تستطيع استغلال قضيتهم بهذا الشكل إذن هذا الكلام من صحفيين في بولندا وأيضا صحفيين أوروبيين وصحفيين دوليين بحسب ما رصدوا إلى أن اهتمام السلطات الأوروبية باللاجئين الأوكرانيين القادمين أو الهاربين من أوكرانيا هو لأسباب سياسية أكثر منه إنسانية مايا هذا ما ننقله طبعا ليس كلامي هو عن كلام صحفيين هنا في بولندا وتابعين لدول أوروبية أخرى كما قلت خلال الساعات الماضية تقول السلطات المقبلة عفوا تقول السلطات البولندية إلى أن خمسة ألاف لاجئ سوف يأتون إلى هذه المحطة وكما تظهر الكاميرا أيضا مايا الاقتضاد الكبير للاجئين الذين ينتظرون بطاقات القطارات لكي يذهبوا إلى وجهتهم وهناك أيضا مساعدات إنسانية تقدم لهم اليوم لم نشهد كثيرا على جنسيات أخرى غير الأوكرانية ولسيما العرب ولكننا سنحاول خلال التغطيات المقبلة أن نشرك معنا أحد اللاجئين من غير الجنسية الأوكرانية لنرى ما الذي تعرض له على الحدود واللي يروي لنا هو ما هي المعاناة التي يعانوها وما هي الظروف التي لجأوا منها من أوكرانيا ورحلتهم ثم إلى وصولهم إلى الحدود الأوكرانية البولندية ومن ثم إلى محطة القطار هنا وإلى أين سيذهبون لربما سنسألهم ما هي خططهم الآن بعد أن يذهبوا من هذه المحطة لأن الكثير قالوا لنا أنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون وهي رحلات شاقة كما تصفين لنا الزميلة مريم أعود إليك موسى عين العالم اليوم على الجلسة المرتقبة للمفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني للروس لن أقول هي شروط بل نقاط واضحة فيما يخص هذه المفاوضات بينما الأوكران حتى اللحظة هم في موقف المستمع أسألك عن التفاعل الأوروبي مع هذه الجلسات جلسات التفاوض يعني ملاحظة في البداية بأن الجانب الأوكراني ليس مستمعا فقط في المفاوضات التي تجري في بيلاروسيا بحسب معلوماتنا من الجانب الروسي هنا في جنيف بأن المفاوضين الأوكرانيين يستمعون من الجانب الروسي ولا يعطون أي أجوبة ويخرجون دائما من القاعة من أجل الاتصال مع المرجعيات الأمريكية من أجل وضع في أجواء المفاوضات وأيضا مع المرجعيات الأوكرانية ولكن الاتصال واضح ومستمر بين الوفد الأوكراني وبين الجانب الأمريكي من أجل تقديم الردود على الشروط الروسية واضح أن هذه المفاوضات يمكن القول بأنها تجري بشكل غير مباشر بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من يفاوض على الطاولة هم مسؤولون أوكرانيون هذا من جهة من جهة ثانية أوروبا لا يوجد هناك تعويل كبير على هذه المفاوضات على أساس أن الأوروبيين وضعوا الشروط الروسية لوقف العملية العسكرية في خانة الشروط التعجيزية والتي لا يمكن أن تطبق في أوكرانيا ولسيما مسألة نزع سلاح أوكرانيا وتحويلها إلى دولة حيادية وإسقاط الحكومة الحالية لصالح حكومة أكثر حيادية في التعاطي مع المسألة الروسية الأوروبيون في مكان آخر تماما هم يريدون تحويل أو بدأوا بتحويل أوكرانيا إلى ساحة مواجهة مباشرة مع روسيا وكل الأسلحة والعتاد والمساعدات المالية التي تقدم إلى أوكرانيا هي في اتجاه تصعيد الموقف وتصعيد الحرب وتصعيد المواجهة مع روسيا وليس البحث عن حلول روسيا دخلت إلى أوكرانيا كما يقول الأوروبيون والآن نتابع من خلال القرارات التي اتخذت خلال الأيام الماضية على مستوى تقديم المعونات العسكرية وتضخيم هذه المعونات العسكرية ورفع خصوصا مسألة الصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للدبابات إذن هذه المساعدات العسكرية لا يمكن التعاطي معها بأن وراءها نية للذهاب نحو التفاوض أو الحلول السلمية إنما هناك تصعيد من قبل الأوروبيين والغرب عموما من أجل تحويل أوكرانيا كما بات معروفا إلى ساحة استنزاف للجيش الروسي أشكرك زميل موسى عاصي مدير مكتب الميادين كنت معنا من جنب أشكر موصول أيضا لمفادة الميادين مريم عثمان كانت معنا من الحدود البولندية الأوكرانية فاصل نتابع بعده نشرة الأخبار من جديد أهلا ومرحبا بكم تواصل أسعر النفط ارتفاعها حيث تجاوز سعر برميل برينت مستوى المئة والتسعة عشر دولارا وذلك للمرة الأولى منذ عام الفين واثني عشر يشار إلى أن الإمدادات الروسية تمثل نحو أربعين في المئة من حاجة الغاز الأوروبية فيما يتجه نحو مليونين وثلاثمائة ألف برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكات من خطوط الأنابيب ولمناقشة هذا الأمر معنا من لندن الخبير في شؤون الاقتصادية والسياسية دكتور محمد حيدر أهلا ومرحبا بك دكتور محمد عبر شاشة الميادين ما هي التدعيات المباشرة لهذا الارتفاع الذي صنف الأول من نوعه منذ عشر سنوات فيما يخص أسعار النفط طبعا يعني السوق الآن يعاني من حالة من التوتر وما يقال يعني الشائع العبارات المتداولة أو المعروفة أنه هناك حالة من عدم اليقين لكن المقلق فيه الأمر أنه هذا الفصل الآن وخاصة فيما يتعلق بأسعار النفط يعني ليس هناك من مبرر لارتفاع أسعار كلفة الطاقة للمواطن للمستهلك لأن مخزون الطاقة الموجود من كل أنواع أو المشتقات النفطية قد تم شرائه من عقود سابقة يعني من ثلاثة شهور أي بما معناها أنه السعر كان بحدود التسعة وستين أو تنين وسبعين دولار بالشهور الثلاثة الماضية الآن مستوى الأسعار ترتفع بشكل غير عادي يعني على المستوى الأسبوعي هو ارتفاع بحدود 10% بالمستوى الشهري هو بحدود 24% بالمستوى السنوي نحن نتحدث عن 79% إذن كيف تفسر هذا الارتفاع؟ نعم إذن كيف تفسر هذا الارتفاع في الأسعار؟ عن من بأنك كما ذكرت أن الاحتياطات موجودة وتم الشراء المخزون قبل هذه العملية العسكرية الروسية؟ صحيح يعني هناك فرق بين السعر السائد بالنسبة للمواطن كسعر تفرقة بالاستهلاك بالنسبة للطاقة وبين شراء العقود للمستقبل بطبيعة الحال القلق مبرر بالنسبة للمستقبل للعقود ولكن ليس لارتفاع الأسعار للمستهلك في الوقت الحالي طبعا المخاوف أنه إذا استمرت هذه الأزمة وهناك أيضا شكوك بأن يمكن أن تحل خلال أسابيع فبالتالي الأسعار نعم يمكن أن ترتفع وبالتالي الأسعار المفرقة بالنسبة للمستهلك يمكن أن ترتفع خلال ثلاثة أشهر من الآن هذا مفهوم ولكن أن ترتفع أسعار الطاقة أعطيك مثلا في بريطانيا الآن أسعار الطاقة عن العام الماضي ارتفعت بالنسبة للمواطن البريطاني تسعمية وتسعة وسبعين بالمرة أو نسبة مئوية تقديرا لنسبة للإحصاءات يعني مركز الإحصاءات الوطني من ثلاثة شهور إلى الآن ارتفعت أسعار الطاقة بحدود الخمسة وثلاثين لخمسة عشر وثلاثين بالمئة هذا نتحدث نحن عن أسعار التفرقة للمواطن ولا نتحدث عن الكميات الكبيرة طيب لماذا غير مبرر أيضا بالأمس يعني السعودية تقول أنها ستزيد من الضخ بحدود المليون برميل فبالتالي ارتفاع نسبة العرض يجب أن يقلل من السعر وليس بالعكس رفع السعر هذا ما أريد أن أسألك عنه بالتحديد عذرا على المقاطعة اليوم هناك العشرات من الدول لجأت إلى ضخ يعني عشرات الملايين من برميل النفط من الاحتياط الاستراتيجي وهذا الأمر لم يؤدي إلى تراجع الأسعار كيف نفسر هذا الأمر وهل فعلا اللجوء إلى الاحتياط الاستراتيجي قادر على تخفيض الأسعار في هذه المرحلة عندما نتحدث عن الاحتياط الاستراتيجي يعني يجب أن نتحدث عن أي منطقة هناك طبعا عدة مناطق إذا كنا نتحدث عن المنطقة الأوروبا الشرقية وأوروبا نعم هناك قلق لكن إذا كنا نتحدث عن احتياطات في الولايات المتحدة الأمريكية في شرق آسيا في دول الخليج ليس هناك مشكلة إطلاقا وبالعكس هناك يجب هناك وفرة من النفط بالنسبة لهذه الدول نعم هناك قلق بالنسبة للغاز الذي يمكن أن يمول الدول الأوروبية ويمكن تحويله إلى هذه الدول الأوروبية وقاصة عبر البحر هناك ناقلات يعني ليست كل أوروبا مندودة بشبكات الغاز مثلا هناك ناقلات من الغاز يجب أن تتجه بطريق البحر والتي يمكن أن تمنع ولكن لحد الآن هناك من يحاول دراسة هذا الأمر وعدم منعها لأنه عدم وصولها هذا معناه عدم وجود كميات من الغاز في بعض الدول الأوروبية فبالتالي يجب أن يكون هناك بديل البدائل الموجودة حاليا هي أغلى من الأسعار التي كانت في السابق طولية الطاقة الكهربائية يعتمد الآن 40% على الغاز بينما كان 20% من حوالي 10 سنوات الفحم الحجري ارتفع سعر فحم الحجري الآن إلى 410 دولارات بينما كان في السنة الماضية حوالي 220 دولار فكل هذه هي بدائل صعبة بالنسبة للمستهلك وهناك أيضا ضغط على الميزانيات للحكومات لأنها في ظل هذا الارتفاع والحكومات عادة تأخذ حوالي 40% ضرائب على الطاقة وعلى مسألة البيئة وهذه المكونات موجودة بتسعير الطاقة فبتالي الآن يجب أن تتحمل كلفة عالية جدا لتغطيك كثير من الشرائح الاجتماعية نتيجة هذا الارتفاع وهو يسمى بالدعم لها أشكرك الخبير في شؤون الاقتصادية والسياسية دكتور محمد حيدر كنت معنا من لندن وصفت موسكو رد فعل المجتمع الدولي بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالهستيري وكانت الجمعية العامة للمنظمة قد تبنت مشروع قرار أمريكي يدين روسيا على عملياتها في أوكرانيا ويدعوها إلى وقف القتال والانسحاب منها التفاصيل مع الزمين نيزار عبود بحضوري وتصويت أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تبنت الجمعية العامة مشروع قرار أمريكي يدين روسيا على ما يصفه عدوانا روسيا على أوكرانيا القرار نال 141 صوتا وعرضته 5 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت إذا كان للأمم المتحدة من دور فدورها منع الحرب وإدانتها ووقفها روسيا اتهمت الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على الكثير من الدول لدعم القرار إننا على علم بالضغوط الخبيثة الضخمة التي مارستها الدول الغربية على دول لدعم القرار وهو لن يوقف الحرب بل سيشجع المتطرفين والعنصريين في كييف على إملاء سياستهم بأي ثمن غالبية الدول دعت إلى حل دولماسي لما يمثله النزاع من خطر يتجاوز الحدود تضع الصين المجتمع الدولي إلى توجيه الجهود نحو حل سياسي وإيجاد مناخ يؤدي إلى تهيئة الأجواء لإنجاح المفاوضات لضمان الأمن الإقليمي والسلام العالمي سوريا وبيلروسيا وكوريا الشمالية وإلتريا عرضت القرار منتقدة المعايير المزدوجة إن الذين يثيرون الحماسة اليوم بشأن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة كان عليهم أن يظهروا نفس الحماسة ضد استمرار إسرائيل باحتلال الأراضي العربية المحتلة وضد اعتداء القوات التركية على سيادة الأراضي السورية وماذا عن انتهاك قوات الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة وسلامة الأراضي السورية صدور هذا القرار لا يمثل نهاية الضغوط الغربية على روسيا بل أنه حلقة ضمن سلسلة خطوات ترمي إلى عزل روسيا دوليا وربما إلى تغيير المنظومة الدولية بأسرها كما يعتقد مراقبون نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين كشفت مصادر الميادين عن نقل مئات المسلحين التركستانيين من داعش إلى ريف إدلب الشمالي بالتزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومع بدء ظهور فتاوى تشرع قتال السوريين في أوكرانيا ضد روسيا ما يفتح باب التساؤل عن دور وظيفي للفصائل المسلحة في سوريا يمكن أن تؤديه في أوكرانيا تقرير ريدالباشا شكل هذا الإعلان للمدعو طارق الجاسم بوابة التساؤل عن دور يمكن أن تلعبه الفصائل المسلحة السورية التابعة لتركيا ضد روسيا في أوكرانيا طارق الجاسم ينحدر من قرية ميزناز في ريف إدلب شقيقه الأكبر الشرعي في هائة تحرير الشام سعد الجاسم وابن عمي من يعرف بالأمير في الهيئة محمد العبد الجاسم ولعل اللافتة في الأمر هو أن يكون طارق ابن عمي عراب نقل المسلحين السوريين للقتال في ليبيا وأذربيجان محمد الجاسم أبو عمشة أسماء وصلات قرابة تشير إلى دور وظيفي للعائلة تلبي من خلاله أجندات أجهزة الاستخبارة التركية والأمريكية اليوم وخلال الأيام الماضية بدنا نسمع بشكل علني بدء الرغبة أو بدء وصول أو تواجد أو الدعوة إلى فتح ما يسمى القتال في أوكرانيا ضد الجيش الروسي حقيقة الأمر هذا مخطط له منذ زمن بعيد وهذا يتم بالتنسيق ما بين الجولاني والمخابرات التركية والمخابرات الأمريكية تؤكد المعلومات للميادين نقل مئات المسلحين التركستانيين الذين كانوا في سجن غويران إلى ريف إدلب الشمالي وتؤكد المصادر أن دور هؤلاء المسلحين مرتبط بالتطورات المقبلة ولعل إصدار الشرعي السابق في هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطاني فتوى جواز القتال ضد موسكو في أوكرانيا يفتح بابا لنقل هؤلاء إلى كييف ولا سيما أن القحطاني يعتبر اليوم الشرعية الأقرب من فصيل حراس الدين المتحالف مع داعش أنا أركز على مجموعات الجهادية الأسبكية والطاجكية والتركستانية التي بدأت تخفف وجودها العسكري في جبهات سورية وذلك بالتنسيق بين محمد الجولاني والمخابرات الأمريكية من أجل دفعهم إلى الخروج خارج سوريا وقاع ترجمها مسؤول صواريخ التاو فيما كان يعرف بجيش العزة سهيل الحمود المعروف بأبي التاو الرجل أكد تواصل السفارة الأوكرانية في أنقرة معه للقتال إلى جانب كييف مبررا توجهه هذا بأن محاربة موسكو أينما حلت واجب على الجميع مسارعة مسؤولين كبار من الجماعات المسلحة السورية إلى المبادرة لفتح باب يشرع القتال في أوكرانيا تؤكد على الدور الوظفي لهذه الفصائل التي دربتها واشنطن سابقا وتسعى أنقرة اليوم لضمان استمرار وجودها تضلب أشحلب الميادين أثار خروج الدبلوماسيين من قاعة مجلس حقوق الإنسان في جناف أثناء كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف الكثير من الكلام في وسائل الأعلام فما الذي حصل مع الزميل موسى عاصي ما إن بدأ سيرجي لافراف مدخلته عبر الإنترنت في مجلس حقوق الإنسان بعد منعه من الوصول إلى جناف حتى فرغت قاعة المجلس من أغلبية الحضور للوهلة الأولى يسود الاعتقاد بأن هؤلاء الدبلوماسيين قد خرجوا من تلقاء أنفسهم وبنحو عفوي احتجاجا على العملية العسكرية الروسية لكن في خفايا الأمور لم يكن ما حصل سوى عرض لسيناريو معد مسبقا وبإتقان وتم تطبيقه بإحكام من أجل إظهار روسيا معزولة في الأمم المتحدة كانت الأمور جاهزة قبل بدء كلمة لافراف بنصف ساعة اتصل المسؤولون الإعلاميون في السفارات الغربية بالصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة ومن بينهم مراسل الميادين لإبلاغهم بضرورة الحضور خارج قاعة مجلس حقوق الإنسان لأن سفراء المجموعة الأوروبية سينفذون وقفة تضامن مع أوكرانيا وسيدلون بتصريحات خاصة لمن أراد من ممثلي وسائل الإعلام ولكن من دون ربط ذلك بتوقيت مداخلة لافروف تجمر الصحفيون خارج القاعة ولم يتنبه لتوقيت مداخلة الوزير الروسي وفي اللحظة التي بدأ فيها لافروف كلامه خارج الدبلوماسيون الغربيون وحلفائهم دفعة واحدة فبدت القاعة فارغة إلا من نحو ثلاثين دبلوماسيا رفضوا الخروج لعلاقة بلادهم مع روسيا أو لاختيارهم الوقوف على الحياد المفارقة هي أن قاعة مجلس حقوق الإنسان لم تكن يوما حتى قبل إجراءات كورونا مليئة بالمشاركين بهذا الحجم والحضور في جلسة الافتتاح التي عقدت قبل يوم واحد فقط وهي الجلسة الأساسية لم يكن بهذا الحجم ليتضح بعد ذلك أن البعثات الدبلوماسية الغربية وحلفائها أحضروا جميع الموظفين في هذه البعثات من دبلوماسيين وغير دبلوماسيين لتبدو القاعة مليئة قبل كلمة لفروف وفارغة أثناء الكلمة المفارقة الثانية هي أن هذا الحضور الكثيف الذي خرج من قاعة المجلس أثناء مداخلة لفروف لم يعد إليها ثانية فالعرض المسرحي كان قد انتهى مصاعس جنيف الميادين في فلسطين المحتلة أفدت وسائل علامة إسرائيلية بطعن إسرائيلي في بلدة حزمة شرق القدس وكان شبان قد أطلقوا النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها نابلوس فجر اليوم كما اقتحمت قوات الاحتلال جنين حيث اعتقلت عددا من شبان وأحرقت مركبة قبل أن تنسحب ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحم مرحبا بيك زميلي ناصر وما هي آخر المعلومات فيما يخص عملية الطعن هذا صباح الخير مايا هذه ثاني عملية طعن في بلدة حزمة شرق القدس في قضون 24 ساعة نوضع متوترة حساسة وكما قال الدكتور مصطفى البربوثي أن إسرائيل تنتهز فرصة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تنكل وتبطش بالشعب الفلسطيني ثلاثة شهداء خلال 24 ساعة اقتحام للأقصى استفزازات غير مسبوكة في الشيخ جراح المستوطنون الذين يعتدون على الفلسطينيين وسياراتهم ومزارعهم وأراضيهم يضاف إلى ذلك حملات الاعتقال التي تطال العشرات يوميا ومطاردت المقاتلين محاولة اهتيالهم كما يحدث مع إبراهيم النبلسي هذا الوضع كله أدى إلى توتر شديد جدا في اللحظة التي تدعو فيها إسرائيل الشعب الأوكراني إلى المقاومة تقمع وبالنيران الحية تقتل الأطفال الذين يدافعون عن بيوتهم ويرفعون أسم فلسطين أشكرك أزميل ناصر الرحام ودير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة كنت معنا من بيت لحم في القدس المحتلة رد أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم مع الاقتحام المستوطنين الحي بالأناشيد الوطنية ورفع العلم الفلسطيني على منازلهم لذلك بعدما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منع إجلاء أربع عائلات من الحي هناء محميد والتفاصيل بعد سنوات طويلة من القلق اليومي خوفا من التهجير سيبقى نبيل الكرد في منزله وفي قلبه شيء من الطمأنينة بعدما قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا استئناف عائلته وثلاث عائلات أخرى هي الجاعوني وإسكافي والقاسم بعدم إخلائها من منازلها في الشيخ جراح حتى تتم تسوية ملكية الأرض إحنا لا فرطنا ولا قبلنا أي شيء أعرضوا علينا ليه؟ لأنه الأرض أرضنا والملك ملكنا وأخذنا من الحكومة الأردنية هون فيه شغلة مهمة بدهم يأخذوا الأرض بأي طريقة يراجعوا الحكومة الأردنية ما يراجعوني أنا الحكومة الأردنية ملكتني ملكتني أنا و28 عائلة أسكن هون مقابل كرت المؤان قرار المحكمة يسري على منازل في الجهة الشرقية من حي الشيخ جراح أما هنا في الجهة الغربية فلا تزال التهديدات قائمة للصيطان في منازل الفلسطينيين نحو ثلاثة أسابيع من العزل والحصار يعيشها السكان هنا بعد استلاء المستوطنين على أرض إحدى العائلات والتهديد باقتلاعها من منزلها وعلى ضوء تنظيم المستوطنين تظاهرة في الحي عززت الشرطة الإسرائيلية من قواتها وألزمت الفلسطينيين بيوتهم منعين كل أهل الحي يقعد باب دورهم وممنوع حدا يدخل على الحي وممنوع مش ردين يدخل ولا حدا وممنوع نقعد باب دورنا كمان المزارة تبعتهم تبعت المستوطنين في حوالي جايين 200 واحد 300 واحد على الشيخ جراح يحاول الاحتلال التضييق على التحرك الشعبي الميداني للمقدسيين حيث أنه بات ورقة ضغط كبيرة تحول قرارات القضاء الإسرائيلي وتمنع الإخلاءات ولو مؤقتا من جهة أخرى تتواصل استفزازات المستوطنين في قلب الحي تحت حماية شرطة الاحتلال نفسها هنأم حميد القدس المحتلة الميادين أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أسماء المرشحين الانتخابات التشريعية المقبلة عن حزب الله وخلال كلمة له شدد على أن التشكيك في إجراء الانتخابات انتهى وأنها ستجرى في موعدها بالنعاشات الأولية والمبدئية من الواضح أنه في بعض الدوائر نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا سنكون في لوائح واحدة موحدة وفي بعض الدوائر نحن ندرس وإياهم فكرة لأنه يمكن أن نكون في دائرة واحدة ولكن في لائحتين متفاهم عليهما لأنه تعرفوا الانون الانتخابي وانون نسبي في حكاية الحاصل وكم حاصل والكسر الذي يجيب نائب إضافي فمسألة في بعض الدوائر قد نذهب إلى لوائح واحدة في كل الدوائر وفي بعض الدوائر قد تكون المصلحة الانتخابية لنا جميعا نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا أن نذهب إلى لائحتين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه النشر التي كان فيها على وقع انفجارات تهز كياف القوات الروسية تتقدم إلى أوديسا وموسكو تعلن تطويق ماريوبل وفتح ممرات أمينة للمدنيين أستن يستبعد فرض حظر طيران فوق أوكرانيا تجنبا لمواجهة مع موسكو وبرلين تزاود كياف بصواريخ مضادة للطائرات الميادين على الحدود البولندية الأوكرانية العنصرية تضاعف معاناة اللاجئين أسعار النفط تسجل مستويات قياسية مع تجاوز برميل برينت المائة والتسعة عشر دولارا للمرة الأولى منذ عشر سنوات طعن إسرائيلي شرق القدس وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في جنين بعد اقتحامها فجرا للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنكليزية والإسبانية النشر انتهت إلى النقاط اشتركوا في القناة